أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف اليوم بالعاصمة السويدية ستوك هولم ووصفت مصر الفعل بالمخزي والمستفز لمشاعر المسلمين حول العالم في أول أيام عيد الأطحى المبارك يتنافى مع قيم احترام الآخر ومقدساته ويؤجج من مشاعر الكراهية بين الشعوب هذا وقد أعربت مصر عن بالغ قلقها إذا أتقرار حوادث إحراق المصحف الشريف وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا وجراء ازراء الأديان مؤخرا في بعض الدول الأوروبية مؤكدة رفضها التام لكافة الممارسات البغيضة التي تمس الثوابت والمعتقدات الدينية للمسلمين كما شددت مصر على مسؤولية الدول في منع دعوات التحريض وجرائم الكراهية ووقف تلك الممارسات التي من شأنها تقويد أمن واستقرار المجتمعات مؤكدة ضرورة إعلاء القواسم المشاركة من التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمية بين الشعوب